الألوان النفسية إلى أي حد تساهم في علاج الأمراض والتخفيف منها؟ للأمانة يعني ما تصدق بالذات الأمراض النفسية وايد 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 مو بس شذي حتى يعني على الأطفال إذا بغيت تشكل سلوك جميل في عيالك خل من ضمن القيم اللي أنت تطرحهم التعليم الأشياء اللي تعلمهم إياه بس حط الألوان الصح في غرفة ولدك شوف التأثير ما تمر سنة على لون الغرفة هذي ولون الفراش ثلاثة أربعة البجامة اللي لبسهم شوفوا شو يتغير حتى سلوكة أنا أول ما بديت ببيتي أنا عندي واحد من عيالي كان فرط نشاط زائد وهو صغير فكنا حاطين يعني ألوان خطة تدري على بني هالصغار الأصفر والأحمر والارتقالي والأبيض والأشياء ذي كلها على بني أي لون فراشة حقا فلما بعدين عرفت أنه معاه فرط نشاط زائد وشذي غيرنا الألوان إلى ما بين الأبيض والأزرق والتخطيط الشي البسيط الكحلي حتى الأساط قطيناه فسبحان الله زائد هاشوف لازم أقول لك المعاه زائد أنت اشتعقي سلوكيا كوني أنا كمرشدة يعني تربوية للأبناء وشذي اشتغلت عليه بالحافز أن أنت بالعكس ما شاء الله عليك لكن أنت اسم الله عليك مرتب طبعا كان فوضى 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 لأنه عنده الطاقة قوية يعني فكنت تعطيه أربع عبارات عبارة عن قيم يقولها كل ليلة قبل الله ينام عشان تصر العبارات اللي قاعدة ترن آخر شي عنده يكبتشرها باللاوعي وينام ما كملنا أربع خمس ستشر ما شاء الله الولد شي ثاني نزل ليش كان يختار وايد أحمرات ليش هذا اللي كانت عبادين فيها الثقارات نفسية واذا تكلمنا إن شاء الله رح نقول أثر الألوان